شهدت أسعار فاكهة الأفوكادو انخفاضاً غير مسبوق لسعرها داخل الأسواق الوطنية حيث نزل ثمنها من 40 درهم للكيلوغرام إلى نحو 15 و10 دراهم وتداول رواد موقع فيسبوك خبر انخفاض سعر هذه الفاكهة بعدما كان ثمنها يتجاوز 40 درهم للكيلوغرام الواحد قبل أسابيع من الآن متسائلين عن الأسباب التي ساهمت في تراجع ثمن بيعها إلى مستويات قياسية وأوضح أحد كبار منتجي الأفوكا بالمغرب وهو فلاح بمنطقة العوامر ضواح العرائش قال أن الرياح القوية التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأسبوع الماضي ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر الأفوكادو وأوضح المتحدث في تصريحه أن الرياح أدت إلى إسقاط ثمار الأفوكادو قبل حلول موعد قطافها وأضاف المتحدث أن الفلاحين المستثمرين في زراعة فاكهة الأفوكادو وجدوا أنفسهم ملزمين بتخفيض ثمنها من أجل تسويقها نظراً للخسائر الكبيرة التي خلفتها الرياح القوية التي شهدتها مناطق متعدداً بالمملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر